اشتركوا في القناة لتشمل كامل شبه الجزيرة إلى جانب جزر البحرين بعد فتحها في عهد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لتصبح الزبارة العاصمة التاريخية لدولة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين وفي العهود اللاحقة تعززت التحصينات العسكرية في عدد من مناطق الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر التابعة لإمارة آل خليفة وقد حرص المسؤولين البريطانيين على التأكد من تطبيق معاهدة السلم العامة والموقعة في جزر البحرين والتي شملت كذلك شبه جزيرة قطر باعتبارها من توابع جزر البحرين ويذكر الملازم ماكلويد بأنه ذهب إلى البدع باعتبارها تابعة للبحرين عام الف وثمانمائة وثلاثة وعشرين ميلادية وفي العام نفسه قام الملازم هاوتون برسم ساحل مدينة البدع وضمن فيه حصن البدع الذي يعد علامة بارزة في سيادة آل خليفة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر كما شهد عام الف وثمانمائة وخمسين ميلادية بناء قلعة البدع حسب ما أرخ لها لورومير والتي تختلف عن حصن البدع السابق حيث تقع القلعة بين منطقتين لدويحة والبدع في الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر وقد تغير اسمها لاحقا لقلعة العسكر وتمثل مقر الديوان الأميري القطري في الوقت الحاضر أما عن إدارة البدع فيقول لورومير بأن حاكم البحرين وتوابعها في منتصف القرن الثامن عشر حوالي عام الف وثمانمائة وخمسين ميلادية قام بتعيين ممثل سياسي من قبله وجعل مقره البدع وهم في العادة من أفراد الأسرة الحاكمة آل خليفة ويتزامن هذا التاريخ مع تأسيس القلعة مما يؤكد بأن إدارتها كانت تتم عبر ممثل سياسي من الأسرة الحاكمة وفي منطقة الوكرة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر أمر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن سلمان آل خليفة ممثلا من قبله عليها وأصبح للوكرة مكانة كبيرة في شبه جزيرة قطر في عهد الشيخ محمد ووصفها النبهاني في تحفته بقصبة قطر فكانت قلعة الوكرة مقر إقامة ممثل الحاكم وقد ذكر النبهاني أن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كان يتحصن في قلعة بينما في الساحل الشمالي الغربي شيدت قلعة الاركيات من قبل أهل خليفة والتي وثقها راوي الأسرة الحاكمة القطرية جاسم بن ثاني بن قاسم آل ثاني رحمه الله مما روالي السعيد الدرعي الاجعبي عن رواته يقول أن محمد بن أحمد الخليفة رائع الاركيات كان جالس في ظلال قصر الاركيات الضحر والذين يقنصون للضبئ من أبناء الجبسة والجعبان وكانت الضبئ معلقة في حايط قصر الاركيات وخلفات اللب البروك وميوة البحرين من الفواكه قادمة في خشب من البحرين وتنهت الشيخ محمد بن أحمد الخليفة أوي حياة ما وراها موت الضبئ معلقة والخلفات وبروك قدامي وميوة البحرين عندي وهذا ما سمعته من السعيد من ربيعة الدرعي الاجعبي وكان معي عندما يحدثنا ربيعة بن عيس الكواري وسلطان بن ناصر أطوار الكواري وسالم بن بارك بطي الاجعبي وهذا ما سمعته ووفق رؤية عسكرية دفاعية قام الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ببناء قلعته في موقع استراتيجي بمنطقة دوحة أم الماء التي تبعد 12 ميلا جنوبي رأس عشارج وتقع شمال دوحة الإساود وقد كانت مقر إقامة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في فصل الشتاء ومع سيادة آل خليفة على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين إلا أن الزبارة ظلت دائما تحت رعاية حكام آل خليفة عبر السنين ومن أمثلة ذلك ما ذكره المعتمد البريطاني في البحرين بأن صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أرسل مجموعة من أتباعه لترميم قلعة صبحة في الرابع من أغسطس عام 1873 ميلادية وهكذا ظلت الزبارة رغم اتساع دولة آل خليفة مركزا للسيادة ورمزا للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين اشتركوا في القناة